اشتركوا في القناة واسماء الشخصيات الروسية والسورية المسؤولة عن هذه الانتهاكات خلال 11 شهرا من العمليات العسكرية من قبل النظام السوري وروسيا بهدف اعادة السيطرة على ادلب والمناطق المحيطة حيث تسيطر المعارضة السورية المسلحة المنظمة قالت مستعينة بمقابلات مع شهود عيان ومسؤولين في منظمات غير حكومية دولية وخرائط وصور اقمار صناعية وبتقارير لمنظمات اخرى ان هجمات قوات النظام وروسيا المتكررة على ادلب كانت على ما يبدو جرائم حرب قد ترقى الى جرائم ضد الانسانية اتشنت تحالف السوري الروسي عشرات الهجمات الجوية والبرية على المدنيين والبنى التحتية المدنية ما بين شهر نيسان عام 2019 وشهر اذار العام الجاري في انتهاك لقوانين الحرب حيث ضرب اماكن العمل والعبادة والدراسة بما فيها المنازل والمدارس ومرافق الرعاية الصحية والاسواق واعاق وصول المساعدات الانسانية الى المدنيين المحتاجين كما استخدم القذائف العنقودية والاسلحة الحارقة والبراميل المتفجرة العشوائية في مناطق مأهولة بالسكان ما ادى لمقتل ما يزيد عن 1600 مدني على الاقل وتدمير البنية التحتية المدنية بشكل كبير واجبار نحو مليون واربعمائة الف مدني على النزوح من مناطقهم هيومان رايسوورتش سمت كذلك عشرة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين السوريين والروس الذين قد يكونون متورطين في هذه الانتهاكات على اساس مسئولية القيادة منهم رئيس النظام السوري بشار الاسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين القائدان العامان لقواتهم المسلحة ووزيرات دفاع في البلدين ومسؤولون اخرون في القوات المسلحة في البلدين